بعد أن وافقت محكمة العدل الدولية على القضية واجهت جنوب إفريقيا العديد من الادعاءات مثل تمويل إيران للقضية ووجود علاقات سرية لكم مع حركة حماس وتهديد بعض المشرعين الأمريكيين بقطع العلاقات التجارية مع بلادك هل فكرتم في الثمن الذي قد تدفعونه بسبب هذه القضية؟ لم تصلنا أموال من إيران لمساعدة في هذه القضية ولا من أي دولة أخرى كما أنني لا أرتبط بحماس كما يزعم لقد قلت علنا إن الأوغاد يستخدمون الإهانات كملاذ أخير لهم عندما لا يكون لديهم إجابات فيقومون بمحاولة وصمك لذلك كانت هناك محاولات لوصمي بأنني أرتبط بحماس وبتلقي الأوامر من إيران هذه الأشياء لا تجعلنا نتوقف عن دعمنا لشعب فلسطين لأن هذا شيء نؤمن به بشدة وليس هناك خطأ في مساعدة ودعم الناس في النضال من أجل العدالة جدا يتحرك لسطين